بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بالخير والبركة بالتأكيد أمانة عمان تعمل مع منظومة متكاملة من مؤسسات الدولة من أجل تقديم أفضل خدمات للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن العزيز الغالي أولا فيما يتعلق بالسوق المركزي اليوم تم ابتتاح السوق المركزي وبدأ باستقبال الخضار والفواكه حيث استقبل حوالي 2135 طن من الخضار والفواكه وتم توزيحها داخل السوق تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه لوضع سقف سعري للمواد الأساسية من الخضار والفواكه حتى لا يكون هناك تجاوز على الأسعار المعروف ولا يكون هناك استغلال للوضع القائم اليوم بالمملكة أيضا أمانة عمان أعلنت عن فتح مسلخ عمان للدواجن اعتبارا من صباح يوم غد السبت إن شاء الله وبالتالي يمكن لكل التجار المعنيين إنهم نسقوا مع إدارة مسلخ عمان حسب البرنامج المعتاد لهذه الغاية أيضا سيتم افتتاح مسلخ عمان للمواشي اعتبارا من صباح يوم الأحد بإذن الله وأيضا لا بد من التنسيق مع إدارة مسلخ عمان لهذه الغاية أمانة عمان أعدت كافة التجهيزات اللازمة لذلك وأؤكد على أن العمل في مسلخ أمانة عمان يتم وفق المعايير العالمية ووفق الرقابة الصحية الكاملة التي يقوم بها حوالي 19 طبيب بيطر الإشراف على عمليات الذبح للدواجن أو المواشي المختلفة كذلك يتم معينة حوالي 125 طن يوميا من اللحوم المسوردة المجمدة هذا ما تقوم به اليوم أمانة عمان أريد أن أنوح على أنه لا زالت أمانة عمان تقوم بدورها الأساسي والرئيسي بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال العمل على تعقيم المدينة وخاصة المراكز التجارية والشوارع الرئيسية المهمة وأنوح إلى أن موقع أمانة عمان لا زال يستقبل الملاحظات والشكاة والطلبات الخدمية من مواطنين أمانة عمان وجهزين لتقديم كل هذه الخدمات على مدار الساعة وهنا أقول من عمان عاصمة التاج الهاشمية المفدى تحية إجلال وأكبار لنشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولكافة الكوادر الصحية المدنية والعسكرية على ما يقوم به في هذه الأيام العصيبة من أيام الوطن وعندنا ثقة بإرادة وعزيمة الأردنيين والتزامهم بالتعليمات التي تصدر من كل الجهات المختصة والمتابعة الحثيثة من مولاي صاحب الجلال الهاشمية الملك عبدالله الثاني من الحسين حفظه الله سنتجاوز هذه الأزمة بهمة النشامة وأريد أن ننوه أيضا بأن مقدرات أمانة عمان هي مقدرات وطن وبالتالي التنسيق دائما مع كل مؤسسات الدولة ومع كل بلدياتها ومن هنا لا بد من تحية أيضا إلى أربد أربد المدينة وأربد الإنسان ونقول لهم نشام القوات المسلحة زينوا أربد وتزينت أربد بهذه السواعد الأبية الأردنية التي نعتز بها لن نترك أربد ولا أهلها بالتأكيد هذه رسالة الأردنيين رسالة القوات المسلحة من أجل صحتهم وسلامتهم وأمانة عمان لن تألوا جهدا عن خدمة بلدية أربد حتى تنعكس إيجابا على صحة وسلامة المواطنين بها كما أي مدينة في المملكة الأردنية الهاشمية حمى الله الأردن العزيز الغالي وطنا قويا منيعا آمنا وحفظ الله شعبنا الأردني الوفي وحمى الله قيادتنا الهاشمية شكرا